والأقل عاجز عن إدراكها أصلا كالصفات الخبرية الصفات الخبرية والأسماء المتشابهة كاسمه سبحانه وتعالى الصبور وكاسمه سبحانه وتعالى الحليم نحن نقول إذا كان الاسم يدل على صفة فإننا نقول أمثال هذه الصفات الخبرية نتوقف في فهمها لا يمكننا أن ندركها بعقولنا فهذه الصفات الخبرية لا تثبت إلا بوجود الخطاب الشرعي ويعجز العقل عن إدراك ماهيتها يد الله فوق أيديهم اليد صفة لله سبحانه وتعالى وعقولنا عاجزة عن إدراك هذه الصفات كيف ثبتت هذه الصفات؟ المشبهة يقولون لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بأن له يد لكان يجب علينا أن نثبت له يدان كيف يكون الإله مبتور اليد؟ معي بهذا؟ عوذ بالله هذه في الحقيقة هم لا يثبتون صفة اليد لله سبحانه وتعالى وإنما يثبتون الجزء لله سبحانه وتعالى يجعلون الله سبحانه وتعالى أجزاء ويركبونه من قدم ومن جنب ومن نعم ومن يد ومن وجه لذلك هم يسكتون عن إثبات القفى لأنه القفى لم يريد ولو أنك قلت لهم المولى سبحانه وتعالى ليس له قفى يقولون لك هكذا نحن لا نثبت لله قفى ولا ننفي عن الله القفى ما نعلم قد يكون له قفى لكنه ما أخبرنا به وهذا من ترهاتهم ومن خزعبلاتهم ومن ضلالاتهم ولياذ بالله ولذلك ترىهم يعترضون على الإمام البيهقي في الأسماء والصفات ويكثرون من الاتراض على الإمام البيهقي وهم في الحقيقة لا يحبون البيهقي لكن البيهقي ألف كتابا كالشوكة في حلوقهم هذا كتاب الأسماء والصفات على الطريقة الأثرية الحديثية الحنبلية إن شئت أن تقول على طريقة الإمام أحمد وأفحمهم وجادلهم ورد عليهم بقال الله وقال رسول الله ولكنهم أحيانا يقولون لك البيهقي هكذا يقول والله سبحانه وتعالى له عين هي صفته كما قال ولكن عينه ليس لها حدقة يأتي هؤلاء الجهلة يقولون أما قول البيهقي بأن لله سبحانه وتعالى عينا فصحيح قال تعالى ولتصنع على عيني قال تعالى فإنك بأعيننا أما قوله بأنه ليس للعين حدقة فقط أخطأ العين كيف تكون عين من غير حدقة هذا غير معقول غير معقول عندهم هو معقول عندنا هذا غير معقول عندهم قالوا الحدقة لا نثبتها ولا ننفيها لا نثبتها ولا ننفيها حتى إن بعضهم ما زال يجهل ويجهل حتى قال الجوهر والعراض لا نثبتهما ولا ننفيهما لماذا؟ قال لأن السلف الصالح لم يتكلموا بالجوهر والعراض والله عجيب السلف الصالح لم يتكلموا بالسيارة والطيارة فلا يجحوز إثبات السيارة أو الطيارة تركب أنت في السيارة لا يجوز أن تركب في السيارة على مثل المشبهة لأن هذه السيارة قد تكون موجودة وقد تكون لقير موجودة الله أعلم ما نعلم نحن عوذ بالله هذه سخافات هذه ضلالات والله كأن الشيطان يوحي إليهم هذه الوساوس من أين جاءوا بهذه الوساوس والله ما جاءت إلا من غلبة الأوهام وصناعة إله كبير مؤلف من يدين يد يمين ويد يسار ولذلك هم يقولون كلتا يدي رب يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقولون يقولون كلتا يدي رب يمين هذا من باب الأدب وإلا فإن المؤولة سبحانه وتعالى له يمين وله شمال هكذا يقررون هكذا يعلمون طلبتهم الذين يتخرجون بالألقاب الكبيرة كالمجستير والدكتوراه يأخذون المجستير والدكتوراه بهذه التقارير يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش جلوسا حقيقيا مماثا للعرش وأن له يمين وله يسار ولكن لا يجلس أن نسمي اليد الثانية يسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها يمين فنقول هذه يمين أولى وهذه يمين ثاني اليمين الأولى واليمين الثامنة أما في نفسه فله يمين وله يسار وضلالات يركب بعضها بعض ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله إذن نعود نحن نرجع إلى ما يهمنا صفات المولى سبحانه وتعالى أولا صفات لا تثبت إلا بالعقل لا بمعنى أن العقل لا يأتي بها بعض الناس قد يسمعوا كلامي انظروا إلى أولا الأشائر ماذا يقولون يقولون بأن صفات المولى سبحانه وتعالى لا تثبت إلا بالعقل كالحياة والعلم والإرادة والقدرة ومعنى هذا الكلام أنهم لا يعترفون على الآيات التي فيها ذكر الحياة والإرادة والقدرة والعلم فهم لا يعترفون على قول المولى سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله نحن نقول بأن هذه الآيات جاءت لكي تؤكد هذه المعاني التي ثبتت بالعقل وجاءت هذه الآيات رحمة بعامة الخلق لأن بعض الخلق قد وصل بهم ضعف العقل إلى درجة البله فجاءت رحمة الله بذكر هذه الآيات لكي تبين لهم بأن الله قدير فتأخذ بأيديهم لإثبات صفة القدرة بأن الله فعال لما يريد فتأخذ بأيديهم لإثبات صفة الإرادة وهكذا بقية الأفعال التي ثبتت بالعقل فما معنى التي ثبتت بالعقل؟ أي ابتداءا ولا بد من حركة فكرية في إثباتها وقد جاء الشرع مؤكدا لإثباتها وهناك صفات لا تثبت كما قلنا إلا بمحض النقل ولا سبيل أصل للعقل فيها كالصفات الخبرية الصبر الصبر ألم ألم يكون في النفس في اسم الله سبحانه وتعالى الصبور على القول بأن هناك تلازم بين الاسم والصفة على القول بهذا وهو قول لبعض أهد السنة طيب هل يلزم بأن صفة الصبر للمولى سبحانه وتعالى ما هي هذا الألام أنه يجد ألما في ذاته أعوذ بالله نقول نثبتها كما قال ربنا والحمد لله رب العالمين المولى سبحانه وتعالى قال الرحمن وعلى العرش استواء الاستواء بمعنى المحازاة والمماثة جل ربنا وعز هو الذي نفاه لسنا نحن الذي نفاه هو الذي نفاه بقوله ليس كمثله شيء قل هو الله أحد نعم وما قدر الله حق قدره كل هذه الآيات تنفي معنى الاستواء بمعنى المماثة طيب الآن نقول لو أننا طولبنا بتفسير قول الله سبحانه وتعالى الرحمن وعلى العرش استواء أو صفة الاستواء على القول بالاشتقاق مع أن المهتمة الدينة الغزاري عدم جواز الاشتقاق لو قلنا بالاشتقاق أثبتنا صفة الاستواء له سبحانه وتعالى كيف نفسر هذه الآية نقول لو أننا سئلنا ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى الرحمن وعلى العرش استواء نقول تفسيرها الرحمن وعلى العرش استواء نقطة انتهى هذا مذهب السلام هذا هو الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى هذا هو اتباع السلام الصالح رضي الله تعالى عنهم لا هؤلاء الذين يقولون استواء كاستوائنا الاستواء بمعنى الجلوس أين هذا عند السلام الصالح رضي الله تعالى عنهم؟ أين هو اتباع القرآن والسنة عندما تقول بأنه جلوس؟ هل أنت تجد كلمة الجلوس في كتاب أو في صحيح سنة؟ بل في ضعيف سنة؟ لكن في الأحاديث الموضوع لا يوجد هذا الشيء إلا إذا كانوا هم وضعوا هذه الأحاديث لأنهم قد يضعوا الحديث لكي ينصروا مذهبهم